موسيقى أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الإسناد لازلنا نقرأ أحاديث كتاب الشمائل المحمدية للإمام ترمذي رحمه الله تعالى ولازلنا في أحاديث باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نستأنف قراءتنا لأحاديث هذا الباب ثم لقراءة أحاديث هذا الكتاب فأقول وبالله توفيق بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمنا فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرى قان وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقار في الليلة قال أبو طلحة أنا قال إنزل فنزل في قبلها باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبان علي بن مسرين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف وبه إليه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري وقال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه من ليف وسئلت حفصته ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتموا لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة أو فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إلي قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئتي أجلس إليك وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعوري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمارة ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف وبه إليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودين فما وجد ما يفكها حتى مات وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهما فقال اللهم اجعله حج لا رياء فيه ولا سمعت وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنباءنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمات عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنباءنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها يكن أباء عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدري فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألت عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان مسيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضل في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون الرواد ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيحة ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه برصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريبة وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن مفضلي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نوعيم قال أنباءنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود طيالسي قال حدثنا الربيع وهو بن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى سمنها أربعة دراهم فلما استود به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاقي قال حدثنا معمر عن ثابت بناني وعاصم الأحولي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع وبه إليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وحتى نلقاكم في حلقة جديدة ومع كتاب الشمائل المحمدية أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة